كانت بتكلم عن المتعافي من الادمان واضح ان عندها حد صديق او اخ او قريب في العيلة الحمد لله كان مدمن وتعافى من الادمان هي بتسأل هل الذي تعافى من الادمان بعد شفاءه يحتاج الى طبيب نفسي او الاستشارة نفسية ولا التعافي خلاص كده ورجع انسان طبيعي برضو السؤال ده جيد شفت بقى ان تليفوناتي حلوة تكتور لا لا مش اول الله برضو فيه ظاهرة ومدروسة وجيدة بيسموه المدمن السابق بيمر بخبرة مؤلمة وفيها شوية لزة وفتاعة وشوية سميات وشوية زفت وشوية هرب اذا تعافى بمعنى تعافى يعني مش توقف وخلاص لا تعافى واستفاد من هذه الخبرة وتبقى ازمة مستنعة بكيميا زي او ان ازمة النمو وازمة المراقبة دي ازمة مستنعة بكيميا بالصدفة مفهوم ربا ضارت النفع وطلع تصدق انهم في بعض البلاد بيفضلوا تعيينوا في وظايف عن الشخص العادي يا سلام ساعات يطلبوا وظيفة عايزين مدمن سابق من شروطها متعافي سابق من الادماء طبعا لهم وسائل فحصوا لهم فساد طبعا انما ده يخلي فيه تفاؤل ان الله دانانا اذا رؤت حب اواعي حتى عن اللي مجرب صح لا وانهم متأكدين ان عنده ارادة قوية جدا لان انتصر على هذا الادماء الايرادة مش بس الايرادة اكتشاف وقدرة وصحبة وزمن وتحمل ثم صلابة حيحوزي في موظف في شركة اكتر من الصفات دي كلها صحيح فاذا المتعافي من الادماء ما هيش وصمة ولا السبة مدى الحياة قد يكون معرر لنكسة انما وقد يكون افاق وبقى احسن من ما كان هو قبله واحسن من غيره صحيح صحيح وده يخلي الواحد مستفسر ان الدنيا ما تهددتش طيب يعني مش بالضرورة انه يبقى محتاج لاستشارة نفسية ان الدنيا ما تهددتش ايو يعني اهله دلوقتي عشان واضح انه الاستاذ امال بتتكلم عشان عايزين يتطمنوا عليه تماما هو خلاص تعافى قدامه لا بلاش تماما دي اتطمنوا عليه بس يتطمنوا عليه بس حاضر لا لا صح والله صح بأخدوا بالكوا دي صح النفسية اهم ما فيها التدقيق في الكلمات دي لانه تماما معناها الافراط في الشيء صح ينفع انفع تبارجي في العيادة مية مية اه الله لكن مش تمام يتطمنوا عليه بس هم عايزين يتطمنوا عليه بس عارف زي اللمي كده في الفيلم قالك يتطمنوا عليه بس عشان يتطمنوا عليه بس بس